بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الثالث في section number one بعنوان equivalent system of forces في جزئها التاسع طبعاً هنا نواصل مع simple problems ونشوف أمثلة جديدة نطبق فيها القواعد التي شفناها في الشبتر الثالث في section one هنا عندي system متبقة عليه قوة في نقاط مختلفة النقطة E والنقطة D والنقطة C بقيام مختلفة أيضاً والمطلوب determine the components of the single couple equivalent to the couples shown يعني عندي هنا العديد من الكابلز وعايز أحدد كابل وحيد يكون موازي للكابلز الموجودين على الرسمة طبعاً هنا في حلين الحل الأول أني أستعمل طريقة المومنت بتساوي plus or minus الفورس في الدستنس وهذه قيمة الفورس متع الكابل وهذه الدستنس مبين القوتين اللي بيكونوا الكابل لو أنا عندي مثلاً قوتين زي كده المسافة هذه هي المسافة D وطبعاً هنا أولا تتش الفورس في النقطة A عشان أبسط الشغل المتاعي بقيمة 20 ونفسها في الاتجاه المعاكس في نفس النقطة لكن في الاتجاه المعاكس ولا على نفس خط التطبيق هنا ما رح تأثر في السيستم وما رح تغير فيه فاعتباره هنا أنه مجموعهم الفورسوس هذن بيساوي سفر فما عنده حتى تأثير على السيستم لكن بتبسط كثير الشغل واشتغل هنا مكونات المومنت MX وMY وMZ واكتب من خلالهم Total Moment N الطريقة الثانية هو أني أحسب المومنت في النقطة D واختار ليش النقطة D بالذات لأنها بتلغي لي الفورس 30 والفورس 20 وافضل أشتغل هنا بتريقة الكروس بروداكت بس على القوة 20 والقوة 30 وبسط الشغل امتاع يعني فيه طريقتين كحل بالنسبة لهذا المشكل أبدأ بالطريقة الأولى بالنسبة للطريقة الأولى زي ما أشرنا أنه هنا بنضع قوتين 20 وسالب 20 لو أردتم أو 20 في اتجاهين متعكسين في النقطة I مجموحهم الاثنين بيكون 0 ما رح يكون عندها تأثير على السيستم لكن بتبسط كثير الشغل وتصبح هنا بنستعمل فيها القاعدة المومنت بتساوي plus or minus الفورس في الدستنس الموجودة ما بين الـ two forces of the couple أبدأ هنا بالمومنت MX طبعا هم MX وMY وMZ هم مكونات المومنت بالنسبة للسيستم بتاعي الـ MX عندي هنا دوران حول المحور X بتتسبب فيه هذا هو المحور X يعني الدوران اللي بيزير بيصير كده رح تتسبب فيه الكابل بقوة 30 زي ما تشوفوا هنا أضع هنا قوة القوة هنا 30 ليش سالبة؟ لأنها بتدور مع عقارب الساعة فالإشارة بتكون سالبة لو كانت بتدور ضد عقارب الساعة لكانت الإشارة موجبة زي ما نشوف في المثال الثاني الـ MI بالنسبة للـ MX زي ما شرنا هنا 30 هي بتدور مع عقارب الساعة فالإشارة سالبة هذه سالب 30 سالب الفورس وهنا الـ Distance هي المسافة من هنا الـ 9 مع 9 بتساوي 18 متر نضحها هنا والمجموع بيعطيني سالب 450 نيوتون في المتر بنفس الـ Principle ونفس الطريقة بحث بالـ MY بالنسبة للـ MY هنا الدوران اللي بيكون حول المحور Y رح تتسبب فيه هنا القوة 20 أو الـ Couple of Forces 20 وسالب 20 وهنا المسافة رح تكون 12 طبعا بشوف هنا في أي اتجاه بتدور حول المحور Y هو اتجاه ضد عقارب الساعة فالإشارة بتكون موجبة زي ما شفتوا هنا ووضع هنا قومة القوة وهنا قيمة الـ Distance اللي هي من هنا الـ هنا بتساوي 12 متر أحسب بجد هنا موجب 240 نيوتون في المتر أمر الآن إلى الـ MZ بالنسبة للـ MZ هنا عندي الكابل اللي هو الكابل الأخير هذا الكابل وعندي دوران حول هذا المحور Z فالدوران رح يكون زي ما تشوفوا هنا أيضا ضد عقارب الساعة فالإشارة موجبة قيمة الـ Force بتساوي 20 ويجيبها من هنا وبالنسبة للـ Distance بتساوي المسافة من هنا إلى هنا اللي هي بتساوي 9 أمتار 20 في 9 بتساوي 180 نيوتون في المتر وكون كده وصلت إلى المكون الثالث للمومنت طبعا بالنسبة للـ X اليونت فيكتور متاحها I وبالنسبة للـ Z أو الـ Y المحور متاعها Y بتكون اليونت فيكتور متاحها J وبالنسبة للـ Z اليونت فيكتور متاحها بيكون هو الكي زي ما نشوفوا هنا هذا مكون الـ X هذا مكون الـ Y وهذا مكون الز واليونت فيكتور متاحها K أمر الآن إلى الطريقة الثانية Alternative Solution أو Second Method وبالنسبة لي هنا رح أحسب المومنت حول النقطة D وألغي فيها القوة هذه والقوة هذه لأنهم بمرون لاثنين بالنقطة D فما عندهم تأثير لما احتسب المومنت طبعا هنا الفاضل اللي رح يأثر من القوة هم العشرين والثلاثين الموجودين على الرسمة زي ما نشوف أطبق قاعدة القاعدة العامة اللي هي المومنت بتساوي R cross the force وطبعا هنا الر هذه هي الفيكتور ما بين نقطة احتساب المومنت ونقطة تطبيق الفرس أبدأ بالجزء الأول زي ما نشوفه هنا القوة عشرين هذه هذه هي الفرس وبالنسبة للفيكتور R بيكون ما بين الـ D والـ E طبعا الفيكتور R عنده مكونات باتجاه الزد ومكونات هنا باتجاه الـ Y بالنسبة للـ Z بتكون سالب 12 K وبالنسبة للـ Y رح تكون 9 J والقوة هذه بما أنها عكس X رح تكون فيها إشارة سالبة هذه هي الفرس F طبعا هذا بالنسبة للفرس الأول لو أردت ما سميها هذه F1 وهذه F2 بالنسبة F2 بتساوي سالب 30 لأنها عكس المحور Z وهو ضعت هنا F2 بتساوي سالب 30 بالنسبة للمسافة ما بين نقطة احتساب المومنت والنقطة تطبيق القوة المسافة من هنا لهنا بتساوي 9 مع 9 وبتساوي هنا 18 وهو ضعت هنا كمسافة أطبق الآن الـ Cross Product طبعا هنا 18 ضارب سالب 30 تعطيني سالب 540 والـ J Cross K راح تعتيني J Cross K بتساوي I ها وضعتها هنا أمر الآن إلى الجزء الثاني طبعا هنا 9 J Cross سالب 20 I 9 J Cross سالب 20 I I فهنا 9 سالب 20 بتعتيني سالب 240 و J Cross I بتعتيني سالب K ف كنتيجة Final بجد 240 K أو وضعتها هنا تفضل تفضلي هنا آخر مكون اللي هو باتجاه الـ Y هنا عندي Minus 12 K Cross سالب 20 I طبعا سالب 12 ضارب سالب 20 تعطيني موجب 240 و K Cross I راح تعتيني J فأكتب هنا J وهنا أضع نتيجة 240 وتوصل في الآخر إلى نفس الحل الذي وجدته باستعمال الطريقة الأولى وللطالب الحرية يستعمل الطريقة الأولى أو الثانية اللي بجدها أسهل له شكرا على الانتباه ترجمة نانسي قنقر